اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مواصلة تنفيذ المشاريع النوعية المعززة للتنمية الحضرية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المسيرة الخير والنماء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح معالي أن الحرص على توفير المرافق الحيوية كالأسواق المركزية والمحلة التجارية في محيط المناطق السكنية بمختلف المحافظات من شأنه أن يسم في توفير تجربة ميسرة للمواطنيين وعموم المسهلكين الذين سيكونوا في مقدورهم الوصول إلى مراكز البيع بسهولة لتلبية احتياجاتهم الغذائية جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظي المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين ورئيسي وعضاء مجلس بلدي المنطقة الجنوبية وجمع من الأهالي بافتتاح سوق الرفاع المركزي في حلته الجديدة بعد إعادة تأهيله وتطويره وبهذه المناسبة قال معل الشيخ خالد بن عبد الله إن الحكومة تول اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الأسواق المركزية القائمة منها أو المستقبلية كونها ركيزة نساسية من ركائز توفير بنية تحتية متينة وادات كفاءة عالية داعمة لمشاريع الأمن الغذائي والتي يعد من بينها من بين محاولها توفير الفرص اللازمة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من التجار والمزارعين والصيادين لعرض منتجاتهم الغذائية وبيعها وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لوزارة شؤون البلديات والزراعة على ما بذلته من جهود لإعادة تطوير السوق الرفاع المركزي وفق معايير إنشائية وتجهيزات حديثة مع المحافظة على واجهة المبنى التي تتميز بطابعة المعمارية التقليدية المعبري عن الهوية البحرينية الأصيلة مثنيا في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة التي يليها سمو محافظة الجنوبية لكافة المشاريع التنموية الواقعة ضمن نطاق المحافظة وعلى التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الجنوبية والمجلس البلدية من جانبه تقدم وزير شؤون البلديات والزراعة بجزيل الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراع على تفضله بافتتاح سوق الرفاع المركزي بعد إعادة تأهيله وتطويره الأمر الذي يؤكد ما تليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراع حفظه الله من دعم واهتمام بالمشاريع البلدية وأكد سعادته أن مشروع إعادة تأهيل الأسواق المركزية بصفة عامة وسوق الرفاع المركزي على وجه الخصوص يعد واحدا من بين العديد من الأولويات التي تتابع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء سير تقدمها كما شهد سعدته بدور سمو محافظة المحافظة الجنوبية في متابعة سير أعمال التطوير في سوق الرفاع المركزي لما يحقق ويلبي تطلعات الأهالي إنجاز متميز يضاف إلى سجل الإنجازات الخدمية التي تقدمها مملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين عبر تنفيذ المشاريع التنموية ويأتي افتتاح سوق الرفاع المركزي بالشكل الجديد ليحقق هذا الهدف هذا السوق الذي يتم تنفيذه ضمن الخطة التنموية لوزارة شؤون البلديات والزراعة بناء على توجيهات الحكومة الموقرة برأسة صاحب السمو الملكي وليلعه رئيس مجل زراعة حفظه الله وراءه إعادة إنشاء هذا السوق على مساحة تفوق 2300 متر مربع إعادة إنشاء شاملة للسوق بتكلفة تفوق 900 ألف دينار هذا السوق يعتبر مرفق مهم لأهالي منطقة الرفاع الكرام والمناطق المجاورة يتضمن فرشات السمك واللحوم والدجاج والخضروات والفواكب ومرافق خدمية مصاحبة هذا السوق العمق تاريخي في هذه المنطقة يخدمها للمنطقة بناء على تنسيق وتواصل مع المجلس البلدي لبادية المنطقة الجنوبية هذا السوق يمتد على مساحة 2380 متر مربع ويعتبر نقلة نوعية في إنشاء الأسواق المركزية الجديدة في مملكة البحرين طبعاً هذا السوق استغرق حوالي 16 شهر مدة الإنشاء ويتضمن سوق للحوم والأسماك مع بعض في مساحة حوالي 500 متر مربع وأيضاً مساحة كبيرة لسوق الخضروات والفواكه تقدر بحوالي 960 متر مربع والإضافة إلى المرافق المصاحبة طبعاً هذا السوق تم الاهتمام بالعناصر الجمالية التي فيه لتعكس التصاميم التراثية البحرينية التقليدية هذا السوق يضم العديد من المرافق وقد تم تصميمه وفق أعلى معايير الجودة من الناحية الإنشائية والتجهيزية وبما يحقق متطلبات واحتياجات الباعة والمواطنين من مختلف مناطق مملكة البحرين التوزيعات بدأت منظمة وكذلك لو تلاحظون حتى الفارشات نفسها وضع الخضروات والفواكه كلها متناسقة بشيء حلو يشرف المبنى للشكل الخارجي بالكامل بحيث أن يكون تصميم حديث وتقليدي مع إضافة الحجر الطبيعي تم تعزيز الإضاءة الطبيعية داخل المبنى زيادة مساحة المبنى بحيث أنها تستوعب عدد أكبر من الفارشات ويعد سوق الرفاع المركزي مقصداً رئيسياً لتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين المعيشية اليومية في المنطقة بحيث يتم مراعاة توفير المرافق اللازمة المصاحبة التي تغطي احتياجات الباعة والمشترين على حد السواء فهذا الشكل الحديث يمثل نقلة نوعية ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السوق المركزي يأتي تطوير سوق الرفاع المركزي ليؤكد على الاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين بمتطلبات المواطن والمقيم فضلاً عن حرصها دائم على تلبية احتياجات أهالي المنطقة خصوصاً وإن هذا التطوير شمل تطوير وتحديث مرافق مبنى السوق بالإضافة إلى إعادة توزيع أركانة بما يتناسب مع احتياجات البائعين في السوق خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين